السلام عليكم ازايكم مفندية راجع لكم النهاردة بفيديو قوي جدا هنعمل مع بعض إثبات سحب بقيمة 100 دولار المفاجأة هنا ان احنا هنشتغل على موقع مجاني 100% بدون رأس مال نهائي يعني هتقدر لو ركزت معي في الفيديو بتاع النهاردة وعملت الخطوات اللي هقولك عليها انك تجمع تقريبا متوسط من 7 ل 10 دولار كل يوم مجانة كل اللي عليك انك تركز معي في كل كلمة اللي هلك في الفيديو بتاع النهاردة عشان تقدر تحقق الربح ده بالزبط كل اللي مطلوب منك انك هتتعب شوية صغيرين جدا وبعد كده هتسيب كل حاجة تشتغل لوحدها وتجمع أرباحك بس خلينا قبل ما نبدأ في حلقة النهاردة نشوف مين اللي فاز معنا بجائزة السؤال بتاع الحلقة اللي فت الجائزة كانت قميتها خمسة دولار هيزهر دولاتي اسم اللي فاز معي مبروك عليك الخمسة دولار وتواصل معي في أسرع وقت ممكن خلال 24 ساعة عشان تستلم الجائزة بتاعتك لو ما تواصلتش هتروح للي بعد لو لسه بتتفرج عليها فدي مسابقة بسيطة بنعملها في الحلقات بسأل سؤال بسيط بيتقال في وقت عشوائي خلال الفيديو كل اللي عليك انك بتعرف إجابة السؤال وبتنزل تكتبه في الكومنتات تحت ولازم تكون عامل الشروط والشروط بتاعي بمسابقة السؤال هي هي شروط المسابقة اللي قيمتها 300 دولار ولو انت برضو لسه بتتفرج عليها أول مرة فدي مسابقة بتتعامل شهريا بقيمة 300 دولار بتتوزع ل 3 أشخاص كل شخص بياخد 100 دولار فسواء إذا كانت المسابقة الكبيرة أو المسابقة الصغيرة بتاعت السؤال الشروط واحدة كل المطلوب منك انك تكون عامل اشتراك في القناة وتكون عملت لايك للفيديو تكون اتفرجت على الفيديو من الأول لغاية الآخر وده طبعا عشان تستفاب من المعلومات اللي هقدمها لك عشان تقدر تحقق الربح المجاني وعشان تكون اشتركت معايا في المسابقة رابح حاجة وأهم حاجة وهي الشير كل مشايرت أكتر فرصتك في الفوز هتكتر أكتر ناس بتكون لها فرصة في الفوز هي أكتر ناس بتعمل شير للفيديو ده وفيديوها التاني على القناة ما تضيعاش من نفسك الفرصة عشان تقدر تخش معايا في سحب المسابقة الكبيرة اللي قيمتها 300 دولار وعشان تجاوب على السؤال بتاع الحلقة وتاخب مني 5 دولار فيديو نهارده بيعتمد على استراتيجية أنا مجرابها بنفسي لو سمعت كلامي وتفرقت على الفيديو من جرمة جاري واستفدت من التفاصيل اللي أقول هالك هتقدر تعمل زي وبزق ويمكن أكتر مني وعايز أقول لكم من الموقع اللي هتكلم عليه النهارده كنت اتكلمت على مواقع شبيهة ليه قبل كده وقدرت أحقق من المواقع دي غير الربح اللي أنا عملته بنفسي قدرت أحقق ريفرال 100 دولار عارف إن فيه شخص دهات هيقول لي قديك بتقول أنت ربيحت من الرفرال أرباح الرفرال يا حبيبي بتأكد لي إن الطريقة اللي أنا بقدمها لك صح بنسبة مليون في المية لأن الموقع اللي هنتكلم عليه النهارده أنا مش هقدر أخب من وراك أي جنيه إلا لما حضرتك تكسب الأول قول لي إزاي معنى إن أنا سحبت ريفرال 100 دولار يعني معناها إن فيه أشخاص حققت أرباح ألف دولار بطريقة مجانية 100% أنا أخدت الكميشن بتاعي الرفرال من الموقع 10% اللي هو قيمته 100 دولار غير الأرباح اللي أنا حققتها بنفسي على الموقع دي أشخاص صدقت كلامي واشتغلت بالاستراتيجية اللي أنا شرحتها قدرت تحقق ألف دولار بطريقة مجانية مليون في المية ده أكبر دليل على إن الاستراتيجيات اللي أنا بقدمها لك نكحة بنسبة 100% مش هنضيع وقت كتير وخلينا بسرعة نروح للشرح العملي أرجوك ركز معي علشان تقدر تحقق أرباح مجانا بدون رأس مال بينا على الفيديو رجعنا ببعض تاني وده الموقع اللي هنتكلم عليه النهاردة الموقع عبارة عن موقع الاقتصار الروابط أسهل وأفضل الطرق المجانية بدون رأس مال اللي هتقدر تحقق منها أرباح وانتنايم حرفيا هتعمل شوية مجهود بسيط جدا وبعد كده ترتاح والأرباح هتجيلك لغاية عنها وعشان تقدر تكسب من الطريقة دي تحديدا لازم تنفذ الاستراتيجيات اللي أنا بقولك عليها علشان تقدر تعمل ترافيك مجانة والطريقة اللي أنا هقولها لك النهاردة دي مش معتمدة على إن أنا يوتيوبر بالعكس أنا اشتغلت في الخفاء اشتغلت من غير ما حد يعرف عني أي حاجة خالص بالاستراتيجيات اللي أنا هقولك عليها النهاردة دي وبالتالي قدرت أجمع أرباح وقدرت أعمل ترافيك بصورة مجانية من غير ما يكون يوتيوبر ومن غير ما حد يشوفني معنى الكلام ده إنك أنت كمان هتقدر تعمل نفس الكلام اللي أنا عملته وتقدر تحقق نفس الأرباح اللي أنا عملتها ويمكن أكتر شوية أولا ده الموقع اللي هنتكلم عنه النهاردة وقبل أي حاجة انزل تحت في الوصف أو في التعليق المثبت عشان تلاقي اللينك اللي هتسجل منه داخل الموقع هنيجي هنا وندوس جيت ستار هيظهر لك وجهة التسجيل في الموقع كل اللي عليك إنك هتكتب اليوزر نيم بتاعك أو اسم المستخدم اللي هتخش به الموقع كل مرة بعد كده تدخل الإيميل الخاص بيك ولازم يكون إيميل شغال وأفضل إن هو يكون إيميل جيميل عشان لو جالك أي أكوات تفعيل أو أي رسال بخصوص السحبة أو أي حاجة تقدر تتواصل بسرعة مع الإيميل بتاعك بعد كده هتكتب كلمة السر وتعيد كتابة كلمة السر مرة تانية وبعد كده هتعلم على المربع ده وبعد كده تدوس ريجستر أو إنك تسجل مباشرة من خلال إيميل الجيميل كده أنا عملت تسجيل دخول وبقينا على الموقع بحسابي الرسمي طيب خلينا الأول ناخد فكرة عن الموقع معدل السي بي ايم اللي موجود عليه أو معدل اللي بيدفع به مقابل الألف نقرة على الرابط اللي بنعملها لو دخلنا على بابلش ريت هتلاقي هنا معدل الألف نقرة بيبدأ السي بي ايم هنا من أربعين دولار مقابل الألف مشاهدة أو الألف نقرة على الرابط اللي أنا بعمله دول زي الدول الأوروبية زي ما أنت شايف بسبعة وعشرين دولار للألف نقرة وبقل حاجة هنا طبعا لو دخلنا على ايجيبت عندنا ستاشر دولار للالف نقل. وده رقم ممتاز جدا جدا جدا. يعني على كل الف شخص هينقر على الرابط اللي انا هعمله اختصار. هياخد ستاشر دولار. يعني سهل جدا جدا جدا. انك تعمل من المية دولار اللي انا عملتهم في وقت قصير جدا. انا عملتهم خلال شهر رمضان. وبقى اقل مجهود يسكر. وهقول لك دلاتي على الطريقة اللي انا عملتها. كمان هنلاقي هنا اخواتنا في الجزائر والعراق والاردن والكويت والكتر وعمان والسعودية واليمن. يعني تقريبا من اي دولة عربية هتقدر تحقق ارباح. ولو جينا مع بعض الاجمالي الارباح اللي موجودة عندي في الحساب زي ما انت شايف مية دولار واثنين وخمسين سن. هنعمل مع بعض النهاردة السحب بقيمة المية دولار. بس خلينا الاول نشوف الاستراتيجية اللي اشتغلنا بها. لو رجعنا تاني مع بعض للداش بورد بتاعي هتلاقي النهاردة ان انا عملت ربعمية ثلاثة وخمسين نقرة او ربعمية ثلاثة وخمسين مشاهدة. قدرت اعمل منهم ارباح سبعة دولار اتنين وتمانين سن. اجمال المشاهدات او اجمال النقرات اللي اتعاملت عن الحسابkov عندي ستلاف متين وخمسين. قدرت اعمل منهم مئة دولار واتنين وخمسين سن. وهنا بيديك متوسطات او بتاع السي بي pillow ما انت اشتغلت عليه. طبعا بيديك متوسطة لان ولد الان دول اللي شايفت الرواب بتاعتي مرة من مصر مرة من الجزائر مرة من فرنسا فبالتالي السي بي ام بتاعه بيختلف هو هنا بيديني متوسط السي بي ام اللي حساب لي عليه الالف مشاهد كمان بيديك نوتفيكيشن هنا ان هو تم رفع السي بي ام الخاص بجميع الدول زي ما احنا شوفنا دلوقتي سي بي ام محترم جدا لو نزلنا تحت كده الرجال انضمام الى قناة التليجرام الخاصة بالموقع لو انضمت للجروب بتاع التليجرام بتاعهم هتقدر تشوف التحديثات واي حاجة جديدة بينزلوها على الموقع المدفوعات بتتم خلال وقت قصير جدا وبتستغرق حد اقصى اربعة وعشرين ساعة يعني معاك لحد من اول دقيقة لحد اربعة وعشرين ساعة بحد اقصى لو ما وصل لكش الساعة بتدقى تتواصل مع الدعم وتشوف ايه المشكلة بس ان شاء الله مش هيحصل اي مشاكل لو عملت شرح عن الموقع وشافه اكتر من الفين شخص هتاخد هدية من الموقع الموقع بدون اعلانات منبسقة وسهل التخطي يعني معناها ان الروابط اللي بيديها لك سهلة جدا في التخطي مش هتزهق اللي بيخش عليك ودي بتبقى نقطة مهمة جدا عشان الروابط بتاعتك الناس تقدر تشوفها بسهولة ما ملش منها وبالتالي تهرب وتروح تشوف روابط تانية اذا كان مصدر زياراتك يوتيوب ستحصل على تكلفة مرتفعة ده مش معناه ان انت تكون يوتيوبر وبتعمل اه اختصارات لا بالعكس انت ممكن مسلا تخش على قناة اسامة خاصة بالربح من الانترنت وداخل على جروب من جروبات الفيسبوك مسلا بتتكلم عن الربح من الانترنت فبتاخد فيديو من فيديوهات اسامة وبتعمله اختصار وبعد كده تروح تحطه هناك فبالتالي اي حد هيضغط على الرابط هيتوجه لليوتيوب فبالتالي انت كده هتاخد مكافأة او تكلفة طيب قبل برضو ما نكمل الشرح خلينا نعرف ازاي هنعمل آآ وسيلة الدفع اللي احنا بعد كده هنستلم عليها الفلوس بتاعتنا عشان بعد ما نخلص ونعمل ارباح نقدر نستلمها بكل سهولة وبالمرة كمان نستعرض القيم بتاعة السحب اللي موجودة او الحد الادنى للسحب اللي موجود في الموقف كل اللي هنعمله ان احنا نخش هنا على بعد كده نخش على هتحط البيانات الشخصية بتاعتك هنا اللي هو الاسم بتاعك والعنوان والرقم البريدي بعد كده هتحط هنا رقم التليفون ويفضل انك تحط رقم الكاش بتاعك سواء اذا كان فودفون او اتصالات او غيره عشان تقدر تسحب الفلوس بتاعتك على هتلاقي عندك دي وسائل السحب الحد głos او غيره البيانات في البيتكوين وفي خمسة دولار وكمان في الـ perfect money اما البيير هتقدر تسحب من اول واحد دولار يعني هتقدر تسحب على البيير من اول واحد دولار وعندنا وبو دافون كاش والاتصالات كاش وأورنج كاش ده برضو واحد دولار احنا عامتا انا بالنسبع لي هشتغل على فودافون كاش عشان هقدر اسحب على فودافون كاش الخاص بيه. لو انت في دولة من الدولة العربية ومش متاح لك الوسائل دي تقدر تسحب على البير والحد الادنى بتاعه واحد دولار. كمان هنلاقي حاجات للعراق هنا زي زين كاش وفاست بي بس ده الحد الادنى خمسة دولار سهل جدا انك تعمل خمسة دولار ما تلاقش خالص. بعد ما شفنا الحد الادنى للسحب لكل طريقة هتيجي هنا على البيانات بتاعت السحب. هختار مثلا فودافون كاش. وبعد كده هدخل رقم فودافون كاش الخاص بيه هنا. وبعد كده انزل تحت وادوس عشان اكد وسيلة السحب. كمان هنلاقي هنا في التولز شوية روابط كده عشان قاطر لو انت عايز تاخد او تربط الموقع ده للموقع الخاص بيك. اقل لو عايز حتى تاخد سكريبت او او الى غيره ده طبعا بتتواصل مع خدمة العملاء. عشان تاخد خدمة اختصار الروابط بتاعت الموقع دي على موقع وعشان نعمل اي اختصار لروابط هنا كل اللي عليك انك هتيجي على وهتدوس عليها كده. وهتحط الرابط اللي انت عايز تختصره هنا وبعد كده تدوس عشان يطلع لك الرابط المختصر. طيب ايه بقى الطريقة اللي انت عملتها وسامع انا عملت حاجتين. طريقة كنت باتباحها زمان في اختصار الروابط. وطريقة تانية اشتغلت عليها السنة دي. وليه اشتغلت عليها? لان انا شخصيا لقيت نفس ان انا بعمل سيرش عليها. لقيت نفس ان انا بستسهل طريقة الوصول دي. فبالتالي غيري هيستسهل برضو طريقة الوصول دي لو انا قدرت اوفر له حاجة على المكان ده. فبالتالي هقدر احصل على سريع ومجاني. طيب الطريقة اللي كلنا بنستخدمها زمان اولا انا استغلت على مسلسلات رمضان لان انا دايما بشرح مواقع السروابط دايما بقول لك اشتغل على الترند والحاجة اللي شغل الناس بتدور عليها. اه حاجة زي كاس العالم. حاجة زي مسلسلات رمضان. حاجة زي اه اخبار بتهم الناس. اخبار فنية. اخبار سياسية. اي حاجة ترند شغالة اشتغل عليها. لانك هتلاقي عليها معدل سيرش عالي جدا. والناس هتقدر توصلك بسهولة وتعمل ترافق كويس جدا. طيب انا هتديك مثال على الحاجات اللي انا عملتها بما ان انا كنت بحب اتفرج على مسلسل المداح. اشتغلنا قبل كده على موقع اسمه الموقع ده هو لو انت ما عندكش مدونة. طبعا لو عندك موقع المسألة هتبقى اسهل بكتير. لكن افترض ان انت مش عندك موقع وعايز تعمل صفحة زي صفحات المواقع. تقدر تزهر في السيرش بتاع جوجل. الموقع ده بيوفر لك الموضوع ده بطريقة مجانية من غير ما يكون عندك اي دومين. هتعمل كلمتين حلوين تشد اي حد ان يضغط على الرابط بتاعك لان انا شخصيا بعمل الكلام ده على الفيسبوك. بلاقي ناس كتيرة جدا عاملة الفيسبوك يقول لك لقطة كده من لقطات المسلسل اللي حصلت تشدك انك عايز تخش تتفرج على الحلقة. يكتب لك كلمتين صغيرين جدا مع الصورة اللي هيحطها طبعا تختار صورة على مزاجك. وبعد كده بتحط الرابط بتاعك تحت. هنا مسلا يسافر صبر الى اسوان لمساعدة الرجل ويتعرض كزا لاحداث غريبة ويكشف خداع سميح وخلال عوداته تسقط الطائرة في النيل. لو انت عايز تعرف اللي حصل اضغط هنا وشاهد الحلقة كاملة. طيب هضغط فين عشان اشوف الحلقة كاملة وايه الطريقة التانية اللي انا اتبعت? الطريقة التانية هي جروبات التليجرام. طريقة سهلة وسريعة جدا وبتعمل ترافك مهول. انا شخصيا كنت بخش ادور على جروبات التليجرام على المسلسلات والافلام اللي انا مش عارف يلاقي الروب بتاعتها برا. هنيجي على التليجرام. هتلاقي نفسك زي غيرك بتخش هنا على قيمة السيرش وبتكتب مسلسل المادية. هيظهر لك شوية جروبات حلوين كده. عاملين حلقات مسلسل المادية. طبعا اي مسلسل واي خبر واي ترافك هتلاقي موجود في الجروبات بتاع التليجرام هنا كل اللي عليك انك لو عايز تعمل حتى بلاش مسلسل المادية. مسلسلات رمضان عشرين اربعة وعشرين. اعمل جروب مسلسلات رمضان عشرين اربعة وعشرين. وحط كل المسلسلات في. اي حاجة انت نفسك فيها. اي حاجة انت عايز الناس تبحث عنه. وبكل بساطة هتكون نزلت الحلقاب بتاعت المسلسل. وهتاخد رابط الحلقة وتحطه هنا. تضغط كده. وبعد كده تدوس خلاص هو كده اختصر لك الرابط. هتاخد الرابط المختصر ده. وهتروح هنا على لو انت هتشتغل على الطريقة الاولانية كنت ما اشتغل بها. وهتيجي تعلم على دي. وبعد كده تدوس هنا على الرابط. وتحط هنا الرابط بتاعك. وبعد كده تدوس فبالتالي اي حد وبعد كده طبعا تدوس عشان تنشر المقالة دي. فاي حد هيضغط على الزرار ده اللي هو اضغط هنا لو تشاهد الحلقة. مجرد ما يضغط هيودي مباشرة لاختصار الرابط. بعد ما اختصر الرابط هيخش على الحلقة. يعمل دا ولودو يتفرج عادي بدون اي مشاك. او انك تعمل الطريقة التانية اللي انا قلت لك عليها. هتعمل جروب سهل جدا على التليجرام بطريقة مجانية مية في المية. وبرضه هتحط صور هنا. وتكتب اللي انت عايزه. وبعد كده تحط اللينك بتاع الحلقة. بس طبعا هتحط اللينك بتاع اختصار الرابط. فبالتالي اي حد هيخش على جروب التليجرام. او هيخش على كما قال. ويدغط على الرابط اللي انت عملته على الاختصار. فبالتالي هيوديه على طول على موقع وبالتالي اي نقرة هتتعملك هتاخد قدامها فلوس. الالف نقرة بستاشر دولار لمصر. وطبعا هتعلق اكتر من كده لو جايلك الزيارة من برة. اشتغل على الطريقة دي في اي ترند انت ممكن تكون عايز تشتغل عليه وصدقني اتحقق ارباح بكل سهولة وانت نايم حرفية. انا قدرت اجمع المبلغ ده فاقل من شهر. خلينا مع بعض بقى نروح للسحب. هنروح هنا للبيمنت وبعد كده نضغط على وستر. بعد ما عملنا السحب وكنا في الاول مدخلين الرقم بتاع فطفون كاش في البروفايل بتاعنا. دلوقتي بيقول لي ان السحب بتاعي تحت المراجعة. كل المطلوب ان انا هنتظر لحد ما السحب يجيلي. هيجيلي في خلال دقايق او في ساعة او بساعتين. وبعد ما يجيه للسحب هقول لك السحب ووصل ولا لا. السؤال بتاعي النهاردة بيقول اين صنعت اول كسوة للكعبة? لو عرفت الاجابة انزل بسرعة اكتبهاي لي في الكومنتات تحت. ولازم تكون عامل الشتروت. تكون مشترك في القناة وتكون عملت لايك للفيديو وتكون عملت الشير للفيديو. طبعا لازم تكون اتفرجت معي لغاية اللحظة. رجعنا وبعد تاني باقل من ساعة. هيزهر قدامك دلاتي السحب اللي على بوضافون كاش بقيمة اربعة تلاف سبعمائة جنيه. في اللحظة اللي انا حاولت فيها كان الدولار محسوب على الموقع بسبعة واربين جنيه. معرفش وقت ما انتم هتحولوا هيبقى محسوب عليك. كده انا شرحت لك كل حاجة في الموقع وعملنا اثبات سحب والسحب فعلا واصل لنا تقدر تشتغل وتحقق ارباحك بطريقة مجانية بدون رأس مال. ما تفوتش اي لحظة وابدأ اشتغل فورا. لو نفست كل اللي قلت لك عليه في الاستراتيجيات اللي قلت لك عليها النهاردة هتقدر اتحقق ارباح زي ما الناس قبل كده قدر اتحقق فعلا ارباح. اشوفكم ان شاء الله في ديو جديد كان معكم اسامة سلام. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة